بعلبك تتذكر كوكب الشرق أم كلثوم بهذا العنوان كرمت لجنة مهرجانات بعلبك السيدة الذي صدح صوتها مراراً على مدرجات القلعة الأثرية وذلك في الأعوام 1966 و1968 و1970 وفي الذكرى السبعين لا تلائها مدرجات معبد جوبيتار وتكريماً لما خلدته من أغاني وفن وثقافة افتتحت مهرجانات بعلبك أولى لياليها بحضور مميز قارب 3400 متفرج من لبنان ومصر وعدد من الدول العربية والغربية سمى كم سنة عم نحضر الحفلة ولقينا أصوات رائعة ومايسترو رائع وأركستر لبناني بجنن قطرين الجمهور يرجعوا ويطلعوا عدة مرات عبالبك لأنه أكيد موقع ما بيلتقى مثله باللبنان وأنا بقول حتى بالعالم الحقيقة ما زالت أم كالسوم هي بتحتل الصدارة في الفن العربي وما زال الدول العربية بتحترم هذه القيمة بشكل كبير جداً وهو دل النهاردة جزء منه التعاون المصري اللبناني أثمر الحفل الذي أطربت خلاله الفنانتان مروى ناجي ومي فاروق الحضور بأهم أعمال أم كالسوم مثل غداً ألقاك أنت الحب أنا في انتظارك مليت ألف ليلة وليلة ويمسه هرني وترأس المايسترو والمؤلف الموسيقي هشام جبر الأركستر الوطنية اللبنانية للموسيقى هذه الأمسي أمسي لطيفي وظريفي جداً لأنه بتذكرنا بهذا العهد الذهبي لبعلبك وليم كالتوم وإم كالتوم يعني اللي إجت عملت عدة حفلات بأكثر من سنة في بعلبك كانت يعني جوهرة وأنا بتذكر إن حضرتها أكيد ده محطة للفن للتراث للثقافة للربط بين التاريخ وبين المستقبل ومحطة بتتجوز حتى المشاكل اللي عم بتعيشها بعض المناطق ولسيما للأسف اللي عيشتها بعلبك الحقيقة أنه ده يعني تكسيد كمان للعلاقة الخاصة اللي بين مصر ولبنان قد إيه في لبنان الناس بتحب لغاية النهاردة تسمع أمو كالتوم وقد إيه في مصر مثلاً فيروز أيضاً يعني لها مستمعوها ولها محبوها كان زمان حلو الليلة عم نسترجع ذكريات أم كالتوم لأنه لن تتكرر وكرمت لجنة مهرجانات بعلبك الدولية السيدة مي عريضة بفيديو عرض على جدران معبد باخس وهي السيدة التي كرست خمسين سنة من عمرها للنهوض بمهرجانات بعلبك